أعلن لهور شيخ جنكي الذي عادته محكمة سينافر بهل رئيس مشترك للاتحاد الوطني الكردستاني أنه سيعود لممارسة صلاحياته القانونية وفقا للنظام الداخلي للحزب وعد كسب القضية وجاء في رسالة له وجهها إلى أعضاء مجلس قيادة الاتحاد الوطني أنه رغم كل ما مرسى بحقه سيكون جزءا من معالجة المشكلة الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني ومنوها إلى أنه سيبدأ بممارسة صلاحياته كرئيس مشترك للاتحاد الوطني اعتبارا من اليوم وفقا للنظام الداخلي للحزب ووضح أيضا أنه أثبت براءته أمام محاكم أقليم كردستان ومؤكدا أنه تم خرق النظام الداخلي للحزب أمام عين قادته لأنه صبر على كل ذلك من أجل دماء 25 ألف شهيدا للاتحاد الوطني